أنا أوصيكم على شيء إذا كنتم مترددين ولا خايفين من شيء أنتوا لا تخافون إلا من الله إذا تبغون شيء اسألوا الله لأن فعلا مسيح هو ابن الله أنا من نفسي شفته الله أنا طلبت من الله يوريني في حلم والحمد لله جاني مجرد أسبوع وراني في حلم إذا كنتم مترددين اسألوا الله رح يوريكم رح يبين لكم أن المسيح هو فعلا ابن الله وغير كذا في أرواح كثيرة ضائعة نحن ضائعة ما تعرف أشي تسوي من ناحية ديانتهم مو عجبتهم ديانتهم يبغوني غيرها أنا عندي لكم أوصيكم أنكم بس تبحثوا عن الله اسألوا المسيح اسألوا عيسى صدق والله حيجيكم حيبين لكم يا بحلم يا حيجيك بفجن حيجيك قدامك يا ما صارت في ناس والله حيبين لكم هاللوية واو هاللوية يعني هك انت هك انت تحسيت المسيح طبعا نشرتي الكلمة هاللوية واو يا رب أنا مبسوط جدا جدا يعني أنا بس ممكن أحكي حاجة عن نفسي عشان أنا كمان كنت مسلم وأنا كنت متدين وكنت متزم بالإسلام لكن لما كان عمري خمسة عشر سنة انتي كدش كان عمرك لما الرب جالك واحد عشرين سنة انا كان خمسة عشر سنة عمري وانا كنت اتفرج على التلفزيون مثل المشاهدين الان يعني اللي بتفرج علينا وهيك كان في واحد اسمه أو روبرت هذا مبشر مشهور جدا في امريكا وهو كان يحكي عن كيامة المسيح وموت المسيح وانا ما كنت فاهم اشي لكن لما كان يحكي فجأة الروح الكدس انسقب علي حسيت حالي تعرف انا حتى بقولش اني كنت مسلم وصيرت مسيحي انا كنت ميت وعشت لما الروح الكدس اجا وهذا اللي بيصير مع كل شخص ممكن يكون شخص مسيحي ممكن يكون بودي ممكن يكون ملحد ممكن يكون يهودي ممكن بهمش يعني كلنا قبل ما ييجي المسيح احنا روحيا ميتين محتجين وروح الكدس ينسكب علينا وهي مكتوب في الكتاب يقول الله في الايام الاخير ساسكب من روحي ع جميع البشر البشر في امريكا البشر في فلسطين البشر في السعودية البشر في مصر البشر في الهند البشر في افريكيا في كل العالم هلالويا الرب يسكب من روحه ع جميع البشر ويعني صحيح انت فرحتي قلوبنا اليوم باختبارك الجميل يعني انت كمان صار عندك احلام ثاني ممكن تحكينا عن بعد الاحلام الثاني انا جتني حلم ثاني شفت فيها عيسى نعم والحلم هذا نفس الكلام اللي مكتوب فيه في الانجيل انا شفته في الحلم قبل ما قريته في الكتاب بس عشان تعرفون حقيقة الحلم نعم كنا في يوم القيامة وانا كنت احاول انشر كلمة الله وفي ناس كانوا مو راضين يستوعبون ويقبلون انه عيسى هو فعلا ابن الله هذا في الحلم في الحلم اه هذا في الحلم انا في الحلم كنت اثوي كذا نعم وانا جالسة احاول فيهم اقناعهم احاول انشر كلمة اعطيهم كذا كلمة من الانجيل وانا جالسة اثوي نفس الشي هذا نرفع ارفع راسي واشوف عيسى نازل من السحاب على الخيل الابيض وكان مرة كبير وحجم عظيم احنا كلنا عارفين كيف السماء بيضاء نعم نور عيسى بياض ضيني بياض غير عن بياض خاطر مكتوب في الكتاب كبير ايو هذا اللي شفته نعم وانا ناظرت فيه عرفت اللي حسيت براحة حسيت انه صاحبي من زمان من زمان حسيت براحة لما شفته معانا منظر عظيمة منظر يخوف انا حسيت براحة وناظرتهم ناظرت شوفوا هذا هو هذا اللي جالسة اقول لكم عنا ناظروا وكلهم كلهم ما عنا هم شافوا نصهم اقبلوا ونص الثاني عيوا انه هذه هي حقيقة الدنيا وانا هناك اناس شفت عيسى فيها. بس غيرت حياتي. وممكن تحكي لي كيف كان الرد فعل الناس؟ بالحلم؟ لا في حياتك الآن. يعني في ناس بيعرفوا عن إيمانك وكيف كان الرد فعلهم؟ أي ناس؟ العرب؟ العرب أو أصدقائك؟ بصراحة العرب هم معطيني حريتي الحمد لله يعني مع أنهم ضد الشي هذا تقبلون لأن الخياري أنا. وكل واحد يسوي اللي هو متوقع ربي يبغى يسويه. فهو يعني الحمد لله الله الله مساهل عليه الأشياء كثيرة ومحد الحمد لله ما شفت أشياء معاملة سيئة. كلهم متقبلين. نشكر الراب. ومن ناحة الأجانب الامريكان مرة مبسوطين. مرة مبسوطين أنه يشوفوا المعجزة. أن واحدة سعيدية تقبل عيسا. الحمد لله. نشكر الراب. يعني صحيح المسيح بعلمنا عيشوا مع كل الناس بالسلام. بالسلام. يعني ومكتوب كمان بالإجليز يقول قدما هي في قوتك أنت عيش بالسلام مع الناس. الرب ما بده يعنا نعيش دايما بالمشاكل وبالغضب والعداوة مع الناس. الرب بده يعنا نعيش بالسلام. هذه مشيئة الرب يعني مكتوب هيك. عشان هيك أنا مبسوط أن أنت الكيت كبول بين الناس وحطا بين العرب. الحمد لله. يعني بالنسبة لإيمانك. وممكن يعني أنت الآن بتحضري كنيسة. إيه الحمد لله. وهل بتشتركي في الخدمة فيها؟ أشترك معهم أربع مرات أربع أيام في الأسبوع. نعم. إيش ممكن تحكي لنا؟